موجز الأخبار من غناتي عدن الفضائية أهلا بكم رحبت الحكومة اليمنية بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بالتأكيد على أهمية دعم الجهود الدبلماسية لحل الأزمة اليمنية وفي بيان للخارجية اليمنية تلقته وكالة الأنباء اليمنية سبا رحبت الحكومة اليمنية بتعين الرئيس الأمريكي للسيد تيم ليندر كينغ مبعوثا خاصا لليمن وهو ما يعد خطوة أخرى مهمة تتخذها الولايات المتحدة ضمن مساعيها الداعمة والمساندة للحكومة والشعب اليمنى لإنهاء الحرب التي أشعلتها مليش الحوث الإنقلابية المدعومة من إيران وجددت الحكومة اليمنية التزامها التام بالعمل على تحالف دعم الشرعية أو مع تحالف دعم الشرعية وأعضاء المجتمع الدولي لتواصل إلى حل سياسي يجلب السلام الشامل والمستدام في اليمن واستندوا على المرجعيات الثلاثة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأم ذات الصلاة وعلى وجه الخصوص القرار رقم 22-16 جددت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت في دعم التواصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمر رقم 22-16 وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس فقد رحبت المملكة بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلماسية لحل الأزمة اليمنية وبما في ذلك جهود المبعوث الأممي مارتين جريفتش مشيرة إلى أنها قامت في هذا الإطار بعدد من الخطوات المهمة لتعزيز فرص التقدم في المسار السياسي بما في ذلك أعلان التحالف وقف إطلاق النار بشكل أحادي استيابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وتطلعت المملكة إلى العمل مع إدارة الرئيس بايدن ومع المبعوث الأمريكي لليمن تيم لندر كينغ والأمم المتحدة وكافة الأطراف اليمنية ودول التحالف في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن أغارت مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات لمليشي الحوثي الإنقلابية الشمال محافظة حجة وقالت مصادر أسكرية أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات قوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مدنية حرض الحدودية وبحسب المصادر فإن الغارات نتج عنها تدمير عربات وآليات حوثية علاوة على سقوط عدد من القتل والجرحة أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران لمليشي الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران استهدفت الأحياء السكنية في مدينة التحيطة جنوب الحديدة وقال مصدر عسكري أن القوات المشتركة ردت على مصادر نيران حوثية طالت منازل المواطنين في مدينة التحيطة ضمن جرائمها المتواصلة بحق المدنيين وتمكنت من إخمادها وتتعرض مختلف مناطق الحديدة لعمليات قصف واستهداف حوثية بمختلف أنواع الأسلحة بصورة يومية مضطر مئات الأسر إلى النزوح وسط ظروف معيشية قاسية نزحت مجموعة من الأسر من منطقة بيت مغاري التابعة لمدينة حيس جنوب الحديدة إثر استمرار قصف ميليشي الحوثي الإنقلابية على الأحياء السكنية وقالت مصادر محلية أن قذائف مدفعية الميليشي الحوثية تساقطت على منازل المواطنين بصورة كثيفة وهو منطر السكان لنزوح إلى مناطق أكثر أمنا حفاظا على حياتهم وأضافت المصادر أن حالة من الخوف والهلع سادت في صوف الأهالي جراء استمرار قصف الحوثيين على منازلهم وتعرضت عدة مناطق في الحديدة لعمليات قصف واستهداف من ميليشي الحوثي الإنقلابية خلال الأيام الماضية أسفرت عن تدمير وأضرار مادية بعدد من منازل المواطنين استشهد مواطن إثر تعرضه لانفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشي الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في مديرية التحيطة جنوب محافظة الحديدة وقالت مصادر محلية أن المواطن فارق الحياة في منطقة الجبلية التابعة للتحيطة بسبب انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشي الحوثي الإنقلابية بدرجته النارية التي كان يقودها وأوضحت المصادر أن الضحية يدعى هائل داود جداسي ويبلغ من العمر ثلاثين عاماً حيث قتل أثناء مروره على متل دراجته في إحدى طرقات المنطقة وهرع الأهالي إلى موقع الانفجار لإنقاذ حياة المواطن بيد أنهم عثروا عليه وقد تمزق إلى أشلاء فيما أعطبت دراجته التي كان يستقلها تهل موجز مشاهدنا الكرام نلقاكم على خير ترجمة نانسي قنقر